جمعت خلوة السفراء التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع وزارة الخارجية أكثر من مائة سفراء رئيس بعثة دبلوماسية في دولة الإمارات لمشاركة رؤاهم وأفكارهم حول أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي الإيجابي الهدف لترسيخ حكومات المستقبل وذلك ضمن مبادرات القمة لتوفير منصة تتيح لرؤساء البعثات الدبلوماسية وقيادات القمة العالمية للحكومات فرص تعزيز العلاقات والتواصل وإطلاق حوار مفتوح يناقش أبرز المستجدات والتطورات العالمية في مجالات العمل الحكومية وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات في كلمته خلال الخلوة أن القمة تمثل المنصة الأكبر عالميا التي تتجاوز تباينات السياسة وتضارب المصالح لتجمع الحكومات ورواذ الأعمال والخبراء والمختصين في حوار مفتوح محوره التعاون في تصميم وتشكيل مستقبل أفضل للمجتمعات وضمان غد أفضل للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر